السلام عليكم دي الجزء الثاني من محاضرة الhyper sensitivity الجزء الاولاني كلمنا فيه على type 1 hyper sensitivity وقلنا ان هو بيعتبط على og e ومست سيل وتحت الكنترول النهاردة هنكمل بقية types هنتكلم اول حاجة على type 2 hyper sensitivity type 2 hyper sensitivity هو بصول جي بتاعها عباع ان في خلية بيحصل لها ليسسس نعرفها كده type 2 cytoxic الantibody أو killer cell بتعمل ليسسس لخلية killer هنا عن طريق ADCC بتهاجم الانجين طبعا Fc receptor ومسكة Rg بتهاجم الانجين بتعمله ايه بتكسر له هنا في النموذج التاني antibody و complement مع انجين بيحصل ايه المشكلة لو خلية تكسرت الخلية اللي حصل لها ليسسس خلية بكتيرية خلية ما لهاش لازمة خلاص احنا ما عنداش مشاكل فيها انما المشكلة هنا لو الخلية دي خلية بتبقى الجسم Fbcs platelet white خلية من البنكرياس وهكذا هنا مشكلتها لما بتبقى هنا type 2 لما بتهاجم خلية من خلايا الجسم بتاعنا اهو اهو ايه الامثلة بتاعتنا لل type 2 hyper safety type 2 hyper safety ايه 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 الواحد بوصطف وتجوز واحدة نجاتف طب هيطلع جن ايه بعضكم بيقول R H بوصطف عشان R H هو ايه الدومينانت لا اللي عنده R H بوصطف ده بيقى حاجة من اتنين بوصطف 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 او بوصطف نجاتف ده اللي هو الجين بتاعه لو هو هوموزايرس اكيد كل ولاده هيبقوا R H بوصطف لو هو هتيروزايرس هيبقى فيها ايه تحتمل البوصطف ونجاتف في الجنين اللي جاي يدايا ده ففي الحالة ان هو واحد R H بوصطف ومراته اللي نجد حملت في جنين R H بوصطف اصبح هنا عندنا ايه؟ عندنا جرافت مختلف عن الام المشيمة البلاسينتا عزلة بين الاثنين فما عنديش مشاكل هنا بس في نفس الوقت لو دم من الجنين وصل للام هيطلع له أنتيبوتس اللي أنتيبوتس هتطلع ايه؟ هتطلع OGM OGM ما بيعديش من البلاسينتا فيبقى هنا ايه؟ الجنين الاولاني محمي نيجي ساعة الولادة وبيحصل اختلاط اكيد بين الدم بتاع الأم والجنين وهنا بتبقى الأم sensitized يعني هتكون R H أنتيبوتس الوقت يجي الحملة الجاي بقى لو كان الحملة ده برضو ريش بوسطف هاي الأنتبوتس موجودة بقى بس المرة دي IgG من اللي بتعدي البلاسينتا وضنا خباننا مدام احنا كلمنا على الامينو جلوبلين لازم نكون عافين واحنا بنتكلم على انواع الامينو جلوبلين ممكن نجي سؤال ايه هي انواع الامينو جلوبلين كنا انا عافينها ماجد لازم تقول بقى تكمل R G M ده برايما امينو سبونس وده بنتا فيلا وهو ده ملوك رويت وده ما بيعديش بلاسينتا بعد كده الساكند امينو سبونس R G G وده بيعدي بلاسينتا ال R G A ده في الاليرجي ويشتغل مع المستيل ال R G A ده ميوكوزل اميونيتي يبقى ايه يبقى احنا نكون عافين لايه كلام كده عن كل حاجة ونتكلم كده بقى عندنا ثقة وبتبيح لقدامنا بيحسستني انك انت ايه فاهم الموضوع فهنا في الحملة التانية بقى نرجع لموضوعنا في الحملة التانية و برضو كان الجنين ال R G بيتكون اميونو جلوبلن G وبيعدي البلاسينتا هنا وبيعندنا مشكلة طبعا لابد نحاول نتغلب عليها خاصة لو كان الطفل بريشوس وده بيبقى بيتغلب عليها بكورتيكوستورويدز وحاجات تانية انتينفلماتري وحيانا بتوصل للبلازما فريسيس بلازما فريسيس ده حاجة زي رينا الدريالوسيس كده البلازما بتاعت الام بتتنقى وترجع عليها تاني من غير الانتيبودز وده الأجزام الأولاني ريسو بلاسوسوس فيتيلس أو RH انكومتاريتي بعض الوتوميون ديس اوضر زي زي ال دبيتس برضو دي أمثلة لو حصل الانتيبودي ومسك في يبقى برضو هنا ممكن يحصل دبيتس دراج انديوز برضو ده من الأمثلة بتاعت الطيب 2 بيجي دراج زي بنسيلين بيمسك في أبسيس أو بلاتلت والجسم بيطلع إميون سبونس أجنسة الهابتن اللي هو البنسيلين والكارير اللي هو الأبسيس هيكسر الهابتن ويكسر الكارير يحصل هنا إيميونتك أنيميا أو يحصل هنا ثرومبو سيتوبينيا يبقى طيب 2 خلاص كلمنا عليه نهوش يبقى على ايه طيب 3 اللي هو إيميون كومبليكس ميديات إكسيس إيميون كومبليكس اللي هو أنجين أنتيبودي بلاس كومبلمنت بيحصلوا ودامج الله إيه الكلام ده آه نقول بقى طبيعي إحنا يوميا بيتكون إيميون كومبليكس في الجسم بانتظام أنجين وأنتيبودي وكمبلبنت إيمين كومبليكس طب الجسم يتخلص منهم ازاي؟ يتخلص منهم عن طريق من 2 يأما الفاكوسايتس بتعمل لهذا الإيميون كومبليكس أو الجسم يخرجوا عن طريق رينال خلاص متشكرين الكلام ده حصل طيب إفرط بقى كمية اللي تكونت أكتر من قدر الجسم على تخلص منها هنا بقى يبتدي يحصل عندنا إيميون كومبليكس ميدياتد طايب سري هايبرسين سيفتي طايب سي هايبرسين سيفتي بيبقى هنا اهو في البرد فيزل احنا شايفين اهو بيبقى عندي لو كون بكمية كبيرة وحنعرف كون كمية كبيرة ليه عندي بقى أنجين وانتيبودي وكمبلمنت والبيبودي كتبعته كومبلمنت اكتيفاشن اللي هو C5A وC3A وبيعملوا بقى ايه اه اه اتراكشن وكيومو تاكسيز وانافيلاكسيز ده شغلهم الخليات تتوارض تمام ويحصل بقى قديمة ويحصل البيسمنت بيني يتأثر اه تحصل هذه المشكلة احب شابها لكم نقول ايه الكمبلمنت ها ضروا مع مع الانجين بودي باكشن دي بتعتبر خنائة ليه لان هنا ممكن تحصل مشكلة الخلايا دخلة وخلايا خارجة طيب نقول مثال الخنائة دي بقى خنائة في الخنائة ونقول لو مجموعة بتتخانق من الحبابنا كده بيتخانقوا في الشارع او في الصحراء او في استاد فاضي كده هوت في الملعب هيحصل ايه؟ حكسوا بعضهم يطحنوا بعضهم ماش دعبة يستحملوا طب لو الخنائة دي حصلت في كافي او قهوة او في شقة هيحصل ايه؟ حكسوا بعضهم بس في نفس الوقت حكسوا المكان اللي هم متوجدين فيه حكسوا القهوة او الشقة او 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 ده اللي بيحصل في الاميون كومبليكس والاميون كومبليكس والاميون كومبليكس ميدييتد هايبرسينستيفتي اللي بيحصل ان لما الجسم ما بقدرش يتخلص من الاميون كومبليكس فبتدي ان هو يترسف فين في رينال جلوميولاي او عند بعض الكابيريز في حتة مزاني الحتة تدقيه اللي هو الديئة اللي تحشر فيها ترابد فيها يبتدي يحصل الرياكشن وكمبليمت اكتيفيشن والكلام ده بيعمل بقى دستراكشن في الاماكن اللي هو فيها دستراكشن في الريداء الجلوميولاي وعمل لها او في الاسكن في الحتة اللي هو فيها ده قصة الاميون كومبليكس الاميون كومبليكس الاميون كومبليكس هايبرسينستيفتي لوطايب سي بيه هو ده الباتولوجي بتاعه هو البايبرودكت بتوع اميون كومبليكس او يعني كومبليمت اكتيفيشن والمشكلة فيه رئيسية المكان اللي حصل فيه التفاعل ده غالبا بيبقى مكان صغير هما ترابد فيه والاكشن بيتبمي ايه؟ بيتبمي فيه يبقى اميون كومبليكس ديزيز فالييرانس اميون كومبليكس طب امثلته ايه؟ امثلته اول مثله هو سيرم سيكنس السيرم سيكنس ده من اسمه كده في سيرم وده سيكنس يعني عاية الاسم ده تسمى ليه؟ لان الناس اللي هم عندهم مثلا جالهم تيتانوس او دفتري العلاج بتاع التيتانوس وده اصلا توكسن انك تديله ايه؟ انتي توكسن بجرعة كبيرة وكمية كبيرة الانتوكسن ده عبار عن ايه؟ عبار عن توكسن انتي توكسن يعني انتي بوتس متحضرة غالبا في انيمال هورس او شيب فلما المريض بياخد الانتي تيتانيك سيرم مثلا هو بياخد سيرم بتاع هورس وفيه انتي بوتس اجينست تيتانوس خده الانتي بوتس دي قضت على التوكسن بتاع تيتانوس ولكن عندي مشكلة بقى ان انا دخلت بلازما غريبة بوتينات غريبة من سبيشيز تاني فالجسم الطبيعي يعتبرها فورن انجين ويطلع لها اميون ريسبونس يبقى عندي حاجتين الانتي توكسن اشتغل على توكسن متشكلين وعندي هنا كمان السيرم بتاع السبيشيز الانيمال اللي هو متحضر فيه السيرم ده large molecular weight كليرنس بتاعه من السيركوليشن بيقى بطيء شوية على بال ما يحصل كليرنس للبروتينات بتاعة السيرم ده بتكون الانتي بوتس طلعت وبكمية كبيرة اصبح هنا عندي كمية immune complex كبيرة موجودة تبتدي بقى تحصل لنا المشكلة بتاعة immune complex disease تترس بقى في الجلمولاي وممكن يكون في مفاصل وهكذا ودي يمكن من الحالات القليلة ان بيحصل immune response من first exposure هنا first exposure بيحصل مع hyper sensitivity لانه ده يدوه بتعرض له قبل ما يحصل clearance للانجين يبقى فيه response رسبونس الجامل تانية حاجة الارثث reaction ده local reaction يحدث عندي مين احدها ماشي اعظه كلب وليله停 بيأخذ ايه؟ بيولك بيوق causing المستشفى ويأخذ ايه؟ 41 حقنا اولTO 21 حقنا هماntشو 41 21 حقنا في المستشفى 21 واحدة بيأخذهم فين؟ بيأخذهم في البطن كل يوم يأخذ حقنا يأخذ حقنا وفي نفس المكان فى البطن لو اتخذه فهنا بيبتدي كونng كتير يطلع له ENT لحاجة المتحدى فىية لطعين بقى ليfoot والحاجة المتحدى فى فهيبتدي الاخشن هيترسب فين هنا في small capillars اللي موجودة مرمة التالتة الاميون كوبليكس بيشتغل ويعمل هنا ممكن حصل توصل لسلافنج للمنطقة اللي هو فيها كذلك الناس اللي كان بتاخد انسولين بتاع زمان اللي هو كما تحضر في أنيمال كان برضو بيحصل لهم الحكاية دي لو هو بيدي حقنا في نفس المكان كل يوم يعني اش كده اقول لك نوع المكان اللي اللي بتدي فيه ده النوع الثاني farmers lung نفس الكلام البعض الفلاحين اللي في اماكن المطربة شوية او فيها انواع من الانجين اللي في الجو بيبلاحها بيستنشئها ويطلع على اكشن في الاخر الانجين ده بكاترته مع الانتبوز طلعه بتعمل اميون كوبليكس بوضو ديزيز وتتقلب لإيه الفارمرز lung بتبقى متحجبة شوية ايه بعد كده مثال تاني اللي هو اميون كوبليكس ديزيز اللي هي زي الانجين موجود لفترة طويلة بيطلع على انتبوز وفي انجين في يحصل هنا بقى ايه بيبقى فيه بدي اميون كوبليكس ديزيز بس على درجة اصغر شوية يبقى هنا قصة الاميون كوبليكس ان احنا بنقول ان الجسم بيعجز عن التخلص من الكميات الكبيرة اللي تكونت من اميون كوبليكس في المنطقة المزنوقة دي الصغيرة يعني ارسس في اكشن ده مثال واضح ليه؟ لانه ده لو انت حقنت الحقن كل الحقنة في حتة شكل هتوقع القضية اسهل شوية اميون كوبليكس هنا وهنا فبقيت الحاجة معقولة شوية مما انت جمع بعضهم بتعمل منطقة كيبيرة طبعا انك انت بتحط كل يوم بتديله انجن كل يوم فالانتيبودي موجود له بقى فهنا كل يوم بيبقى عندك كون اميون كوبليكس جديد بس لو انت وزعته حيبقى الدنيا افضل شوية الدزيز الكونيك دول الانجن موجود راح فيه هو موجود فالاميون كوبليكس بيخش في مانفستيش متاع الدزيز بارضو بيعابله مشاكل نيجل طيب 4 اللي هو دليد طيب هايبرسن سيفتي الثلاثة طيبس الاولين طيب 1 ماست سيل و اي جي اي والطيب 2 اللي فيه سيتوتوكسك او سيتوليتك اللي هو بيعتمد على او اي دي سي سي والطيب 3 اللي هو اميون كوبليكس دول بيبقوا اصرع شوية عشان كلا بيسميهم immediate غير تقوله ايه أابعة نوع كذا اسيم هوملي اسيم هومليiyi وهو عايزك تقوله Immediate و Delayed Immediate فيه الثلاثة نوع الأولانية و Delayed اللي هو النوع الأخراني اللي هو A-Cell Mediated Hyper-Sense Safety بيحصل هنا إيه Add the engine و T-cell هنا طالة Cytochines وهنا Activated Macrophage و Infernalo-Moderator الكلام ده جسمه هنا بيحاول يقضي على الميكروب الموجود ولكن في نفس الوقت ده بيبقى بقى إيه Joint cell و Specification وطورة خلايا فده بيحصل هنا إيه المشكلة الثانية بتاعت ايه بتاعت ال-Hab-E-Sense Safety زي ما بيقوله على إيه زي ما بيقوله بس أنا في ال-T-B ال-T-B في ال-Lung مشكلتنا إيه مش مشكلتنا وجود ال-T-B مشكلتنا ال-Casation يعني على وعاد ال-T-B ده بينقسم ببطء شديد و يعني على مهل قاوي إنما هو بيبقى موجود وجهس بقى شايف حاجة عنده عايز يدائق منها يقعد يعمل لها response self-mediated و-Casation تبقى space occupation في ال-Lung وطبعا بعد كده ده ممكن بقى يفتح في بونكاست يفتح مشكلتنا فده يبقى هنا type 4 هو delayed type hyper safety و self-mediated immunity وفي نفس الوقت ده الوجه الآخر ل self-mediated immunity ايه تاني عندنا contact dermatitis contact dermatitis دي عبارا ايه عبارا احيانا حاجات زي النيكل زي بعض انواع البلاستيك كده لو بتيجي على الجلد بتمسك في هابتن والخلايا بتعملها engulfment وتقلبها عاملة زي بتكون جاءة زي كنا pathogen intracellular يبتدي يحصل لها بأكشن في مكانها يعني بعض الناس حتى عندهم إجزيمة من الدهب يعني فيه ناس لما تلبس حلق دهب بنات صعنين لما يلبسوا حلق دهب يحصل لهم inflammation ده مشهور قوي في النيكل والسلاسل وكده فيه ناس ما بتدرقش انها تستحمل حاجاتي ده قصتها ايه contact dermatitis دي دي اللي هو اللي هو type 4 hybrid safety كان زمان يعني في السبعينات كده كان طلع كده موضة اللي هي انواع جديدة من جيزة من بلاستيك بلاستيك بتكبس في مكان وباقي جيزة مصناضل وكده ابتدوا يكتشفوا ان فيه ناس عندهم إجزيمة في الرجلين بنفس شكل الصندل او الشوز او ده البلاستيك بتكتشفوا ان كان نسمعها جزا بلاستونيل وكده كان حاجة علوانة حلوة وكده بتكتشفوا ان دي نتيجة إجزيمة contact dermatitis الجسم بيطلع عصير اكشن وصاد للمكونات دي ايه من البلاستيك ما كانش بفايد وما كانش حاجة كويسة طبعا الوقت دي كانت وقفت بقى سعيتها وكده والبلاستيك تطور بقى بيطلع منه حاجات كويسة جدا مفيش فيها مشاكل طيب هنا بقى نتكلم على الانترادربل تيستيك انترادربل تيستيك ده بنعمل في ايه بيبقى قدي الجلد اهو وده بنحقن اهو قدي الحق نظارة عندنا هنا بنحقن بين الديرمس والاوبيدرمس مكان تباب تباب تمام بنحقن ايه حاجة تيوبكلين اشهر بمثال انسولين نيدل وبنحقن هنا تيوبكلين ناخد بالنا ان في ده انترادرمل في حاجة بتقصب كوتينيس اللي تحتها وفي انترابسك وفي انترابينس لا ده انترادرمل هنا انا وانا بحقن هنا حبست الواحد من عشرة امقال في الحتة دي بنلاقي الحتة عملت بالون شوية صغير كده بتعرف انك انت حق انت مظبوط لو حقنت الانترادرمل وفلاتند كده وكده معناها انك انت ما حطتش حاجة ومعملش تراب لحاجة ولازم تحقن تاني في نفس الجلسة او مرة تانية يبقى احنا بنحقن عمل الترابة اهو بقول يلا كده بزة اهو وبنسيبها 48 ساعة 22 ساعة لو هنا الانجين ده زي التوكلين الجسم سنستاريج له هيحصل طوارد خلايا كيموتاكسس بقى وكده طوارد خلايا وميديتوس والمنطقة دي تتميلي خلايا تبقى فليشي ودي فرقها عن الالرجي او الارتكابية ارتكابة تبقى ايه اوديمة فزودالياتيشن بالميابلتي فبيققى عامل فيها زي ايه زي فلويد بودي فلويد في الارتكابية تضغط عليها تدوس عليها كده تختفي تشيل ايدك تبان تاني زي زي مشوعة مية تمام محطون في كيس نايل بتزوق كده شلت ايدك بيقعو تاني انما هنا بتبقى دي فليشي حاجة تتمسك طبعا بنقس قد ايه النصف الخط بتاعها وبنحدد فيه انوعة تانية من غير التوبي كيلين لو بتاعتبي يرى فيه البرامين وفيه بروسلين بس لكن اشهارهم هو ايه التوبي كيلين لازل تكون عارفين برضو الانترادمال تيستنج ده من الحاجات المهمة عموما في التشخيص وبرضو حارفين التكنية بتاعها من الحاجات المهمة يعني طفل مثلا عايزين نعرف الطعم للضبن ولا لا واحد رايح في حتة وعايز يعرف انه عنده مينوتي للضبن ولا لا ايه بتعمله ايه بتعمله ايه بتعمله اذا كان بوصطف في النورمل يبقى ده عنده امينوتي مش محتاج الطعم تاني بس لهو عالي قوي ده ممكن يبقى ايه يحتمل ان هو مريض لما يكون عندنا واحد مثلا عنده في صوفت اشو او في العظم شاكين عنده طب لو عنده في الشست بقول له هاتس بيوتم ونعمل لك زين نيلسن او او كالشا او حتى بي سي ار انما هجيب له هاينا ازاي من العظم وهي او تي سوفت اشو فهنا بتعمله تي بي كرين لو كان بوصطف لو كان عنده تي بي بتلاقي هنا الى اكشن مخطرم جدا وجامد فيأكد لنا ان الشخص ده عنده تي بي فالانترا دامن تيست دول موكب بتعمله لتشخيص بوط وقلنا كلمنا على الانترا درما تيست كمان مدام كلمنا انترا درما تيست بفكر بعنوان اسمه الاسكن تيست انواع كتيرة منها ان احنا بنشوف التوكسن تمام الاسكن تيست ممكن عشان نشوف السلم ديت ابيوينيتي ممكن عشان نشوف حاجات كتير قوي يجب لازم نعف الاسكن تيست اللي ممكن يتعامل هنا خلصنا نربعة نواع بتوع الحمد لله تمام طب اما حد يقول لنا انتم كام نوع اربعة تمام قلهم لنا كذا 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 هيقول لك في نوع خامس ولا لأ تقول ايه لما يقول لك في نوع خامس ولا تقول ايوة في النوع الخامس اللي هو استيميولاتري هايبر سين سيفتي النوع الخامس ده بعض الناس بتعتبره نوع خامس وبعض الناس يقول لك لا ده مش هايبر سين سيفتي ده اكشن ووت اوميون او حاج ازا كده فانا مش هقول خامسة من الاول وحتى يستحسن كمان لما حد يسألني هم كام نوع اقول او لو سألني كام هقول كام نوع انما كلمني واتساعة محلو رهبة وافتكر ثلاثة منهم واربع مافتكروش يقول ايه الخلايا بتاعة الاميون سيستم اقول هم ارضاعة والهم لما اقول عندي خلالتها ده اليمفوسايت والتي والبي والتي انواع والمكوفاج انا خلاص ما حدش بيعودش عدة غاية ما قولش عدة فانا لما حد سألني كلمني على الهيبستيفتي اكلمه اه في طيب طيب واحد وكذا واثنين وكذا يقول لي مفيش نوع غير كده اقول اه في طيب خمسة طيب خايف مطلبوش مني وتشك بين طيب ايه بقى ده استمولاتي هايبر سيفتي يعني اجه استموليش اخدوا بالكم ها انتيبودي react with a key surface component such as hormone receptor switching on the cell to be activated الكلام المجاعل استه واني ايه ده نقولها ببساطة المثال بتاعه هو اللي حيفهمنا الموضوع ده graves disease graves disease بيبقى في ايه بيبقى في anti-tsh receptors antibody اللي هو بيصبيه trap ده بيعمل long acting stimulation للسيرويد السيرويد جلاند ده موجودة و طبعا في الرقبة كده يعني في الامام في الرقبة ده بتطلع t-siri t-t-4 المفروض ان هم دول بيطلعوا تحت stimulation بتاع t-s-h اللي هو بيطلع من bit-wit-3 وفي feedback mechanism بينهم t-s-h علي يقوم ايه يقوم t-siri t-siri t-t-4 يعلو علي يقوم ورايحين يعملوا feedback بيقول ايه يا bit-wit-3 خفيف t-s-h اللي بتطلع ايه طب هم قال له تحت ايه سبب تبتدي bit-wit-3 تطلع t-s-h كتير كدير عشان كده منلاقي فيهم تناسق عكسي في المريض بتاع المكسديما اللي هو عند نقص في الغدة بتلاقي t-s-h بتاع عالي ما هي الغدة بتحاول تشغلها يعني bit-wit-3 بتحاول تطلع وتلاقي t-s-h ها واطي قوي عشان feedback mechanism بس اللي غدة شغالة كويس قوي هنا بقى مفيش feedback mechanism بين هوا بقى هنا t-s-h 4 يعلو عشان الانتيبودي ده الانتيبودي ده بيهاجم ايه بيهاجم t-s-h receptor ما هنبرو t-s-h بيطلع بيروح لسيبتر على السيبتر ويحفزها الانتيبودي ده بيروح لts-h receptors يعمل لها نشاط ويحفزها كما لو كان t-s-h خلاص هو anti-ts-h receptor مش anti-ts-h بس يحفزها يقوم يطلع سيورد يطلع السيورد همون t-s-h 4 يروح على البتويتري يقولوله نقص t-s-h تقوله أنا ما بطلعش فعلا بس اللي بيطلع ايه بيطلع حاجة تانية من سكة تانية اللي هي anti-ts-h receptor الوقت ده بيتقاس مترب long acting cyborg simulating antibody t-s هنا في الجريزيز t-s-t-s-3 تلاقيه عالي t-s-t-fut لاقيه t-s-h تلاقيه عالي هنا بقى ايه ده تطلب بقى ده تطلب هذا التحليل هو اللي يكشف لنا ان ده stimulatory hyper sensitivity لغاية هنا حما كده ايه بحضرة hyper safety خلصت اي حد له اسئلة احنا ايه تحت امكو فيها بازن الله